ولا يزمنا نبدلو عقليتنا ونفهمو اللي راهو المرضى اللي مسمينو المرضى الغايب راهو ولا مرض كيما لمراض الكل ينجم يديوه ينجم يبرا انتي والحالم بتاعك بين سوردك عليش اليوم يلزمنا زيدا وليو نخامو في رواحنا ونعملو كيما يعملو الناس المتحضرة نعملو تشيكينج على بددنا معنا ديما نشيكيو على بددنا نتابعوا رواحنا عن سختناج في الثلاثين سنة وتبدأ تبدأ تعمل فكاية تحاليل كل ستة شهور ولا كل عام تشوفش عندك وما عندك شمانيها تشوف انتي ما كنتش من ناس ادو ما كنتش تتفقد كيفش فقد بروحكا والله هي زيدا كيف كيف معنا سينكادو دوشيال انا مرضي ما يتنجمش طلعو خاطر سيلونسيو وتشلق بيه كان في الاخرى وتشلق بيه وقت اللي صيي معنا استفحلك في بدنك والعلاج متاعو يصبح شبه مستحيل انا شلقت بيه على خطر البلاسة اللي جي فيها معناها خلى الكبدة تعمل خلى المرارة تعمل زيدا كيف كيف من اللول ما في بناش معنا تشمار في بنا ناج ميكون بارازيت ناج ميكون طرفش حمي ناج ميكون عرش ننبورتكوا معنا حاجة سادة للمجرة هذكة بتاع بين المرارة والكبدة وبعد باللياريم وبالواحد عرفنا اللي هو معنا تشمار بالتحليل زادة وبالغلوب البلون اللي رقينهم طالعين بارشة في التحليل وبالكله معناه اللي سيني معناه اللي فم حاجة كانسيريوز اول حاجة جيت البالك احمد شنية اول حاجة جيت البالك كي سمعت بروحك مريض نتفاجعوا فاللول كلنا كي نسمع مرض خبيط نتفاجعوا كي ما قلت انتي الناس متعرفش اللي المرض هذا يتداوى والنجم ونعيشوا بيه والطب تقدم والمورال هو الكل اول حاجة جيت البال احمد لندولسي شنية والله ما نحبش نكذب عليك والله ما حسيتش حاجة ما حسيتش عادي تقبلت العادي جدا عادي جدا صدقني عادي جدا ولا اللي لحظة حسيت اللي انا في اختر ولا انا في عندي كونسير ولا قاعدت انتبع في الامور وقاعدت انعالج وقاعدت ساعات معناها نتعب ونتقلق من الروتين معناه كل يوم تحليل نهار ايه ريم نهار سكانير نهار هذاك تفديت منه مش مستنسبيه انا ما نمشيش الطبيب انا كي حتى كي نمض ما نمشيش للطبيب معناه الطبيب ما نقبلت اغلب التوينس ناخدو الانتيبيوتيك واحد ما نمشيش معناها كي رقيت الريتم بتاع كل يوم تحليل كل يوم مشوفني طبيب كل يوم فهمته هذاك اللي قلقني يا ما سينو معناها انو خاف وواحد ما خفت الجملة ولا لي لحظة الحمدولله يمكن زيادة بوم ربي سبحانه معناها حتى كي بتلاني معناها كان عاتيني القوة معناها بش انو انو نقاوم بش انو نكون وركز مليح ووقف مليح عملية متاعي اللي صارت ومانيها وتريت تمام بعد ولي سارو لي كل شي نتصور انا كان جاي انسان خايف وكان جاي ما كان جاي معناها عندو الدوت نتصور لقدر الله واحد ما ينجمش يقوم منها نطفع ليك نطفع ليك مليك ذيك عليش نقول راو ديما ربي سبحانه يعرف اش قاد يعمل حتى كي بتليك عطاك القوة ذيك وعطاك الثقة ذيك وعطاك معناها الاحساس بانو انتي انسان عادي كيف اي انسان اخر ومرضى عادي كيف اي مرضى اخر اه لخطر ما بعد المرحلة هذيك اللي هي العملية والتريتماو اذا كله كان صعيب برشا كي ما قلت لك صعيب بش واحد يقوم منها على عشرة من الناس كانوا ينجم يقوم وزوز من الناس منها هذي كلام التبيب كلام دكتور رشيد بيار مش تفاد ليك وهو بيدو قالها قالها العملية صعيبة يعني بالنسبة لي انو يزرع زرع كبد اسهل على العملية متع زرع الكبد اسهل من انو يعمل العملية اللي عملتها انا. الحمد الله عليك احمد باللطف عليك شنو اللي تغير بين احمد دلندلسي ما قبل المرض وبعد المرض? تغيرت احمد ولا احمد وزيده? نكون قرب تربي اكثر يماني بربي اصبح اكبر. اليماني خطري كبر. لكن احمد اذاك هو انا ما تبدلش. نحاول اني ما نوجعش الناس نحاول اني ما نتعدش عن الناس. انا نرزن اكثر. بتاتر اه بنولي بشناخ وقتي اكثر في الحكم في حاجات. اه ولت عندي دقة الملاحظة على شخص اكرا انا كنت في دور الملاحظة في البريدة دي كنشوف. في برش حاجات ونتبع في برش حاجات. حتى مع الناس اللي انبياء وعلى اصدقاء والاصحاب وغيره. اه للامانة ماني اه فمحة جت بدلت مع روحي في وسط روحي. لكن احمد ذاك هو احمد ماني احمد هو بيتو. احمد اه صاحب الضحكة احمد اللي اه كيما نعرف كيما انتي ما تغيرتش وليدها خاني يقولو. مش تبدلت برش حاجات ماني اه.